أهلا بك أستاذ سمير أهلا بكم مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام سأعيد عليك السؤال الذي كنت قد بدأت به وللأسف لم يصل إليك سيدي السؤال هو وأنت في قلب الحدث في موسكو كيف ترى ردود أفعال التيار الرئيسي من الإعلام الروسي هل هم يظهرون عطشهم للدم يريدون الانتقام العاجل لأن هذه إهانة كبيرة للدب الروسي العملاق أم ماذا أرجوك ضعنا في الصورة سيد سمير لا لا أعتقد أن في موسكو هناك من يتعطش للدماء لو كان هذا صحيحا روسيا ليست بحاجة إلى أي مبررات للقيام بعمليات تصفية جسدية لمختلف قادة النظام في كييف منذ أن بدأت العملية العسكرية روسيا تجنبت القيام بأي عمليات أو بأي ضربات تؤدي إلى حسائر في صفوف المدنيين وحتى في صفوف قادة أوكرانيا لكن للأسف قادة أوكرانيا تمعنوا في التفنم بأساليب الإرهاب والعمليات الإرهابية داخل روسيا يعني هم لم يقوموا بعمليات إرهابية ضد منشآت عسكرية فقط وإنما قاموا بعمليات إرهابية قتلوا عدد كبير من الصحفيين من المدونين واستهدفوا أماكن أيضا أماكن بناتية الآن هذه العملية صحيح يمكن أن يكون هناك خارق لكن هذا الخارق وخاصة نحن في أيام التكنولوجيا جاء عبر طائرتين صغيرتين يمكن إطلاقهما من داخل أوكرانيا وأنا أستبعد ذلك والمرجح أن يكون حتى من قرب الكريملين قد انطلقته يعني يمكن إطلاقهما من مباني عالية ممكن إطلاقهما من غابات واسعة ونحن نعلم أن أراضي موسكو ومحافظة موسكو واسعة بشكل كبير يمكن وهناك العديد بل الملايين من الأوكرانيين المتواجدين داخل روسيا ومن السهولة على أجهزة المخابرات الأوكرانية أن تجنت العشرات بل المئات منهم لذلك روسيا لا تترى في هذه العملية إلا عملية إرهابية ودليل على صوابية قرارها بمنء العملية العسكرية لكن سيد سمير أنا والله في غاية الشغف وأحب أن أسمعك حتى النهاية لكن كيف تفسر مثلا أن السيد مدفييدف قال أن الرد الوحيد المنطقي الذي يعيد الكرامة لروسيا هو قتل زيلنسكي يعني هو لم يقل أن إعادة الكرامة لروسيا لأن كرامة روسيا محفوظة بوجود جيشها وبوجود قادتها وقائدها لكن هذه العملية الإرهابية تعتبر إهانة لإحتفالات اليوم النصر لإحتفالات روسيا التي الآن تحدث وهي النصر على الفاشية والحرب التي حصدت يعني ما يقارب 40 مليون مواطن سوفيتي للقضاء على الفاشية ومحاربة الفاشية الآن نظام كيف يحاول القيام بنفس الممارسات الإرهابية والفاشية لكن سيد سمير أنا ما زلت أضعك أمام هذا التصريح لمدفييدف وأنت تعرف من هو مدفييدف أكثر مننا صحيح يعني هو الرجل الثاني الآن في القرار الروسي أعتقد أنه في حال تمادة نظام كيف وخاصة الرئيس زيلنسكي في دعم العمليات الإرهابية يبقى أمام موسكو يعني هدف واحد وهو التخلص منه إن كان جسديا أو سياسيا لكن أعتقد أنه يمكن لروسيا تتخلص منه سياسيا أفضل مما أن يكون جسديا سياسيا بالقضاء على نظامه وتوجيه ضربة كبيرة له ولمنشآته ولمؤسساته وخاصة على جبهات القتال والآن يعني نلاحظ هناك تطورات بدأت تظهر وخاصة أن القوات الروسية أحبطت العديد من الهجمات الأوكرانية إذن يمكن أن تكون هذه الهجمة محاولة للرد على فشل الهجمات الأوكرانية المتكررة وللتغطية على تأجيل الهجوم الأوكراني في حال حصل اشتركوا في القناة